اشتركوا في القناة لصيام شهر رمضان المبارك وأن يعيده علينا وعليكم عواما عديدة وأزمينة مديدة في مستهل هذه الحلقة أيها الإخوة يصرنا أن نرحب ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله سليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بالإخوة المشاهدين والمشاهدات حياكم الله ونتواصل معكم مذكرينكم بجوال البرنامج للتواصل عبر الويتساب وعبر الرسائل النصية فقط 05-01-78-5536 في مستهل هذه الحلقة بارك الله فيكم ونحن نعيش فرحة استقبال شهر رمضان المبارك ما المقصود بالنهي عن صيام يوم الشك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان ويجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا وأن يجعلوا شهر خير وبركة لنا ولبلادنا ولولاة أمرنا وللمسلمين لكافة أنحاء العالم يوم الشك هو اليوم الثلاثون وقد جاء النهي أم صيام هذا اليوم كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم والمقصود في ذلك أنه لا يتقدم قبل دخول شهر رمضان بصيام وذلك من أجل أن لا يدخل هذا أيضا في هذا الشهر والله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم المقصود أنه لا يصوم الاحتياط كما يظن البعض بعض الناس يقول إذا جاء يوم الشك أنا أصوم ربما يكون هذا من رمضان ولذلك هذه المسألة أيضا يحصل للأسف الشديد عند بعض العوام إشكالات كبيرة يقول أحيانا إذا غم على الناس أو حصل خطأ مثلا في دخول الشهر يبدأ يقول أنهم فطرون يوم أو صمنا يوم أو هكذا من هذا الكلام الذي لا ينبغي للمسلم أن يقوله مع وجود النصوص الواضحة الصريحة من النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول نحن أم أمية والشهر هكذا هكذا ثم قال فإن غم عليكم فأكمل الشهر ثلاثين غم عليكم ربما يكون من الغد هو رمضان ومع ذلك أكمل الشهر ثلاثين إذن الأمر واسع ولا يحتاج إلى ما يتعلق بالخصام وكذلك أيضا التشكيك في الصيام ولذلك جاء في الحديث الآخر صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطنون وحجكم يوم تحجون إذن هذه المعاني التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنما عندما تتفق الأمة على أمر أو بلد على أمر فهو اليوم الذي يشرع لهم فيه الصيام ولو أنهم أخطأوا يعني لو حصل الخطأ فمعنى ذلك أنه قد رفع الحرج عن الأمة وقد رفعه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث فإن غم عليكم فأكمل الشهر ثلاثين فلا يجوز المسلم أن يصوم يوم الشك احتياطا يقول أنا أريد أن أصوم ربما يكون هذا اليوم يوم الشك ربما يكون رمضان فهذا لا شك أن تنطع عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما جاءه أناس واجتمع عنده فجاء بشات فتنحى بعض من عنده وكان ذلك في يوم الشك فقال لهم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم إذن هذه مخالفة يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أداب آليم انظروا هو يريد الخير ويريد العبادة ومع ذلك بمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام بماذا بزيادة شيء من العبادة جاء الوعيد إذن الوعيد لا يتعلق مجرد أنت إذن هذا هو ما يسمى بالغلوم وأيضا التنطع عند البعض يأتي يقول لا أنا أخشى من أنت عند قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ستكون أفضل من ما أرشد إليه وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ذلك فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يلزنه أن يصوم يوم الشك من أجل الاحتياط أو من أجل أن ربما يكون هناك خطأ فيما يتعلق بدخول الشهر فجاء النهي الصريح الواطح من النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة فيما يتعلق بهذا الأمر وهي هذه المسألة التي يكون فيها نوع من التنطع والغلوف في العبادة عند البعض لكن إذا كان قضاء فلا بس نعم هذا اشتثني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم الشهر رمضان بيوم ويومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم معنى يصوم صوما أن كان إما عليه شيء من القضاء فيجوز له أن يصومه أو أنه كان ممن اعتاد أن يصوم يوم ويفطر يوما أو وافق يوم الاثنين أو الخميس وهو يصوم فهذا لا رج عليه لو أنه صام أما أن يصوم من أجل الاحتياط أو خشة أن يكون هذا اليوم من شهر رمضان فنقول هذا لا يجوز وقد عصى أبا القاسم نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم المسلمون وهم يستقبلون هذا الشهر الفضيل المبارك يعني ما هي توجيهاتكم لاستقلال هذه الأيام والفرحة في هذا الشهر الفضيل المبارك نعم لا شك أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عبده أن يبلغه هذا الشهر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعه لا شك أن بلوغ هذا الشهر من أعظم النعم للعبد وخاصة لمن يريد أن يستغل هذا الشهر في العبادة فهو شهر الخير وشهر البركة وشهر العتق من النار فالمسلم يبادل فيما يتعلق بالاجتهاد وأيضا الاستعداد لهذا الشهر العظيم يهيئ نفسه ويجعل الأوقات المناسبة من أجل أن يستغل هذه الأوقات في نهاره وفي نيله في نهاره بقراءة القرآن وبالعبادة وأيضا حضور الصلوات مبكرا والجلوس في المساجد وكذلك أيضا في الليل بالصلاة وأيضا القيام الليل فهذه من العبادات خاصة في هذا الشهر من العبادات العظيم التي لها فضل عظيم فالمسلم ليعلم أن الله قد حرم أناسا كثر إما بعدم معرفتهم بقيمة هذا الشهر أو بمن لم يبلغه هذا الشهر بموت ووفاة أو ربما أصيب بمرض أو عاهة أو شيء يمنعه من الصيام ومن استغلال أوقات هذا الشهر فلذلك إذا كنت في صحة وفي عافية فعليك أولا أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة على نعمة الصحة والعافية وتبادل أيضا باستغلال الأوقات فهي أيام قلائن وفيها من الأجور العظيمة وفيها من التفريج أضف إلى ذلك أن المسلم إذا استغلت هذه الأيام أن الله يجعل له البركة في بقية السنة يعني هذه الأيام تجتهد فيها لكن اجتهادك هذا لا يضيع لا يكون هذا الاجتهاد هو ما يتعلق فقط في هذه الأيام بل يتبعه ما جعله الله لك من الأجور العظيمة يوم القيامة وخاصة أن في هذه الأيام ليلة القدر وأيضا فيها ما يتعلق بالعبادات الأخرى التي أيضا تشرع وخاصة قيام الليل وثلث الأخير من الليل وصلاة أيضا القيام وصلاة التراويح مع الإمام فإنه أيضا من صلى معه حتى ينصرف أيضا كتب له قيام ليلة وجور عظيمة كثيرة يجب على المسلم أن لا يفرط فيها وخاصة أن الله قد أنعم عليه بالصحة والعافية أضف إلى ذلك أن هذه البركة تعود عليه سواء في الدنيا ببركة العام القادم كله لأن في ليلة السابع والعشرية أو في الليلة القدر أيضا تكتب كل ما قدره الله سبحانه وتعالى للعبد ولذلك يدعو المسلم من بداية هذا الشهر بأن يجعل الله سبحانه وتعالى السنة القادمة سنة بركة وخير له وأيضا يدعو بأن يصرف عنه من السوء والشرور التي قد كتبت عليه فإن الدعاء يرد القضاء وهذا تابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه موسم عظيم علينا أن نستغل له وأيضا أن نبدل كل ما نستطيع فيما يتعلق بأولا في أنفسنا وأيضا من نعول من الأولاد والزوجة وأيضا الإخوة والأخوات وأيضا يكون بيننا ما يتعلق بالمناصحة في استغلال هذه الأيام نعم جزاك الله خير يا شيخ ونتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله أهلا بكم ومتواصلين معكم ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام أسلمان حفظكم الله وقد تحددتم قبل الفاصل عن هذا الشهر الفضيل المبارك المرأة في شهر رمضان المبارك عادة تكون مشغولة في النهار فما هو حقها من الأجر في ذلك لا شك أن المرأة في رمضان وهي تقوم بإعداد الإفطار للصائمين سواء في بيتها وبعض النساء يتعدى الأمر بأن تقوم بإعداد أيضا بعض الوجبات أيضا للمحتاجين فنقول أنها تؤجر على هذا العمل ولكن مما ينصح وينبه عليه أن لا يكون هناك مبالغة هو أيضا تكلف فيما يتعلق بالطعام في شهر رمضان بعض الناس كأنهم جياء وخاصة قبل دخول شهر رمضان يتسابق الناس إلى الأسواق وفي شراء أشياء كثيرة وهذا أمر عجيب مع أن البضائع والمنتجة كلها متوفرة ولله الحمد فيستطيع أن يشتريها في أي يوم سواء في رمضان أو في غير رمضان وما هو الاختلاف ما بين رمضان وغير رمضان بعض الناس ينوع في الأكلات إذا جاء شهر رمضان ولكن لا ينبغي أن يكون هناك تكلف وخاصة أن بعض النساء من الظهر حتى المغرب وهي في المطبخ فهذا نوع من التكلف أيضا ولكن الذي ينبغي هو ما هو معتاد يعني خلال السنة يكون الإعداد الطعام ويكون الأكل أيضا بقدر الحاجة ولا يكون هناك الأعداد الكثيرة من الأطباق ويبدأ الناس يتكلف المقصود أن المسلم يستشعر بأهمية هذا الشهر وأيضا الصيام بعض الناس يملأ معيلته بالأكل سواء عند الإفطار وعند السحور ويقول لا الحمد ما نحس بالصيام وهو طور النهار نائم أيضا شي طبيعي لن تحس بالصيام لكن الذي ينبغي المسلم أن يكون يعني رمضان وغير رمضان فيما يتعلق بالأكل هو ما هو معتاد عليه ولا يكون هناك مبالغة في الأكل وإصراف في الأكل ثم يجب على المسلم أن يعود نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إخشوشا فإن النعم لا تدوم فلا يصلح أن المسلم دائما يرفه نفسه ويناعم نفسه في كل حياته لا يكون هناك أيضا ما يتعلق بالأكل يكون النبي عليه الصلاة والسلام كفى لقيمات يعني يقمن صلبه بعض الناس يعني أيضا قال وإن كان فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لأيضا للنفس يعني للهواء يتنفس به وهذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الصائمين بعض النساء تسرف فيما يتعلق بالأكل تسرف إسرافا كثيرا فلذلك نقول أن على المرأة أيضا أن تقتصد فيما يتعلق بإعداد الطعام ولا تأخذ وقتا طويلا وترتب وضعها بحيث لا يتكون طوال الوقت في المطبخ وتشغل نفسها وأيضا إذا كانت في المطبخ لا شك أن عليها أن تستغل هذا الوقت إما بسماء القرآن أو إذا كانت تحفظ القرآن أن تقرأ وتراجع لنفسها فالمقصود أنها تستغل للوقت أيضا وهي أيضا فيما يتعلق بإعداد الطعام طيب فضيلة الشيخ بارك الله فيكم متى يبدأ عقد النية بالنسبة للصائم للصائم نية نعم هذا أمر مهم جدا يعني مسألة ربما يكون بعض الأشخاص ينام مبكرا ولا يكون هناك إعلان وهذا يحصل أحيانا بأنه ينام مبكرا أو يكون أيضا بعيد عن وسائل الاتصال والتواصل ولا يعلم بدخول الشهر ولذلك إذا علم قبل الفجر فإن عليها أن ينوي الصيام وإذا علم مثلا ليلة أو أعلن عن الصيام أعلن في أول ليلة فإن النية تكفيه النية من بداية هذا الشهر فهو في الغالب أنه ينوي الصيام قد نواه داخل ولا يلزم في ذلك التلفظ لا يلزم أن يتلفظ بيقول أني نويت أنا أصوم هذا الشهر وهذا نوع من التكلف إنما مجرد أنه يتسحر أو أنه يستعد للغد أو أنه يعرف أن غدا أول يوم من أيام رمضان فهذا هو ما يتعلق بالعقاد النية فمعنى ذلك أنه سيصوم هذا الشهر وكل يوم له نية خاصة لأنه في كل يوم يقول بأنه سوف يصوم غدا فهو يعرف بذلك فهذا كافي ولا يعني يتكلف بأن يجعل لكل يوم نية بحيث يتلفظ بها إنما تكفيه بعض الأهل المقال يكفيه نية واحدة من أول الشهر وقد نوى صيام هذا الشهر فهي كافية له نعم شيخ الاستعداد لشهر رمضان في المقاضي وغيره هل يعتبر من النية يا شيخ؟ نعم لكنه لا يدخل في ما يتعلق بالنية هو الإعداد النية تكون بمجرد دخول أو ما يتعلق بهلال شهر رمضان عندما يرى ويعلن عن ذلك تبدأ النية في ذلك أما قبل ذلك لا تنعقد النية لو أقال أني أنا شيء طبيعي أن المسلم هو سيصوم شهر رمضان ولكن النية تنعقد مع دخول هذا الشهر مع دخولي وإعلان هذا الشهر نعم علي عدة أيمان فهل يجوز أعطي الكفارة إلى عائلة فقيرة أو أصرفها في إفطار الصائم؟ الكفارة سواء كانت الكفارة ما يتعلق باليمين فكفارته يطعم عشرة مساكين المقصود أنه يطعم عشرة مساكين وكذلك ما يتعلق بالكفارة كفارة الصيام وما يتعلق بالكفارات الأخرى مما يتعلق بالإطعام فنقول في هذه الحالة أنه الأصل في ذلك أن يطعم عشرة مساكين ولكنه لو لم يجد العشرة أو يصعب عليه وجود عشرة مساكين فإنه لو أعطى هذه الكفارة لأسرة كاملة كاملة مثلاً اشترى خمسة عشر كيلو من الأرز لأن كل فرد أو لكل شخص قدر أهل النصف وهو ما يقارب كيلو ونصف من الأرز فلو اشترى خمسة عشر كيلو وعطاها أسرة قالوا هذا يجزئ واستدلوا بذلك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع على زوجته في نهار رمضان فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبه فقال لا أجد قال تصوم شهرين متابعا قال لا أجد ثم بعد ذلك قال تطعم ستين مسكين قال لا أجد فجئ للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقال خذه فتصدق به قال ما بين لابتيها أفقر من بيتي فقال خذه فأطعمه أهلك إذن ما يتعلق بطعام ستين مسكين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لأهله فهذا يدل على جواز أن تعطى الكفارة لأسرة واحدة ولو لم يبلغوا العدد المطلوب العشرة ولكن يعطيها للأسرة وهذا يجزئ على الصحيح نعم نعم بارك الله فيكم السائل يقول أكفل أيتام بمبلغ شهري فهل يجوز أحسب ذلك من الزكاة؟ بعض الناس يخطئ ويظن أن كل يتيم هو محتاج وربما يكون بعض الأيتام هو غني وعنده أيضا ما يتعلق بما ورثه من والده فلذلك يجب أن يتنبه المسلم ليس كل يتيم هو فقير أو مسكين ولكن يعطى بالنسبة لليتيم إذا كان فقيرا أو مسكينا إذا كان داخل فيما يتعلق بما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهو داخل في هذا النوع وهو ما يتعلق بالفقر وأيضا إذا كان مسكينا فإذا كان يتيما وكان إما فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة أما إذا لم يكن من الفقراء ولا من المساكين فلا يعطى من الزكاة فيجب أن يتنبه المسلم ولكن لو أنه أعطي من الصدقات أو أعطي هدية له لأنه يتيم وهو من الإحسان لليتيم فلا حرج في ذلك لكن لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من مستحقي الزكاة من الثمانية نعم من الثمانية طيب يا شيخ بارك الله فيكم ما هي السنة للمسبوق إذا دخل في الصف بعد أن رفع الإمام من الركوع إذا لم يدرك الركوع ما الإمام ودخل منه فإنه يدخل معه ولا ينتظر بعض الناس هداهم الله إذا فاته الركوع وقد رفع الإمام بعد الركوع فإنه ينتظر حتى يقوم الإمام للركعة الثانية أو إذا جلس التشهد ينتظر إذا جلس التشهد قام أو جلس مع الإمام نقول لا هذا خطأ وكان الواجب على المسلم أن يدخل مع الإمام في أي وقت من الأوقات التي أدرك فيها هذه الصلاة سواء أدركه عند الركوع أو بعد الرافع من الركوع فإنه يدخل مع الإمام فإنه يؤجر ما يتعلق ولو أنه فاتته هذه الركعة ولم تحسب له لكنه يؤجر على دخوله في هذه العبادة فكل أوقات هذه العبادة وهي الصلاة وإن لم يكن قد أدرك هذه الركعة وقد أدى بعضها مع الإمام فإنه يؤجر عليها يؤجر على ذلك وهذا هو ما وجه به النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدخل معه ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئنا إلى الصلاة أن نمشي علينا السكينة فلا يستعجل لماذا؟ كل هذا من أجل تحقيق الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون السرعة لأن بعضهم يركض الشيخ يركض وبعض الناس يصدر أصوات وبعض الناس يقول إن الله مع الصابرين يعظ الإمام يعظ الإمام بأن يصبر هذا غير لا ولا يجوز هذا يشوش على المصلين ويشوش على الناس صلاتهم وأيضا إذا كان خاشعا في صلاته فإنه أيضا يشوش على الناس فربما يحصل له أيضا ما يتعلق بأنه ترتب عليه أيضا الإثم لأنه شوش على الناس ولا يجوز له أن يشوش إنما يأتي بسكينة فما أدرك فيقضيها الأمر واسع والأمر لا يجوز للمسلم أن يتكلف لذلك هذه العبادات يجب أن تؤدى بسكينة وإطمئنان وخشوع فهذه كلها من الأمور المهمة التي ينبغي المسلم أن يتنبه إليها خاصا فيما يتعلق بمن فاتته ركعة في الصلاة أو يريد أن يدرك الركعة أن يمشي عليه السكينة جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والأمل الصالح وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابه وأن يجعلنا جميعا وواردين من عتقائه من النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان إلى هنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا كما نسأله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل المبارك ويوفقنا لصيامه وقيامه وأن يعيده علينا وعليكم عواما عديدة وأزمنة مديدة نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته